اشتركوا في القناة تسعة وسبعين في ترابلس سفارتنا سفارة تركية في ترابلس بدأت عمل اول عمل كان هناك ومكثت هناك اربع سنوات وهذه الايام كان ايام حكم قذافي وايام تطبيق كتاب الاخضر وشاهدت ما جرى خلال اربع سنوات ماذا فعل ماذا فعل قذافي بخصوص تطبيق كتابه الاخضر كانوا يسمون الناس كتاب البطيخ خالجها احضر داخلها احمر يعني يسمون شيوعي وانا شاهدت ايضا يعني في اصحاب المحلات كانوا يربحون شهريا يعني ثلاثين اربعين الف درهم او دولار دولار قام بهم بمدير مدير مؤسسته يعني بثمن باحث حوالي مقابل خمسمائة دولار وكذا اصحاب المزارع صاروا مدير مزارع لا لا يستطيعون ان يستفيدوا من ثمرات هذه المزارع يعني كان تغيير العملة تغير انا شاهدت وسمحوا لكل عائلة ايداء الى البنك فقط خمسمائة دينار ليبي غير ورقة فاضية وشاهدت القاء الفلوس من نوافذ من نوافذ البيوت على الشارع كشوالات وكان في وقت التغير طبعا في نهاية بداية نهاية ثلاثة وثمانين غادرت لكن بطول درب عملي تابعت الاحداث في ليبيا ليبيا طبعا هو ولاية من ثلاثة ولايات الغربية تابعة للدولة العثمانية وولايات مهمة جدا يعني كان في الحقيقة لعب ليبيا بعلاقاتها مع دول الأفريقية بدولة العثمانية كان هناك بوابة أفريقيا من شمال أفريقيا إلى عمق الشاد ومالي حتى من هناك يمتد إلى قرن أفريقي بسبب وضع الزرافية ليبيا سابقا كان مهمة حاليا كما شاهدنا باتفاقيات الجديدة ومساعدات تركية هناك مهمة جدا الانتخابات في ليبيا في الحقيقة انتخابات نزيهة أهم شيء وتركيا يعرف أهمية نزاهة الانتخابات كما تعلمون في كل بعد التداخلات العسكرية بالتركية بين بعد ستين وواهد وسبعين وثمانين الشعب الجيش أو مرجع الوسايا قد تسيطر الناس لا يتدخل لكن إذا جاءت دور كلام الشعب وهو يفيد نفسه بانتخابات كل تركيا تجاوزت عن هذه المشاكل عن طريق الانتخابات وتركيا من وثاية الجيش أو أقلية ظالمة تجاوز عن طريق الانتخابات بصوت الناس بتوسط الناس هذا تصويت الناس وهكذا انتخابات ليبيا مهمة جدا ويجب أن يكون في قاعدة هذه الانتخابات يجب أن يكون سليمة واللجنة الانتخابية قد قرروا في اجتماعهم في المغرب لكن لم لم يصدق من جهات المعنية طبعا لكل اطراف ينظل الموضوع من ناحيته لكن نظرة تركيا انتخابات أن يكون شرعية وهذلك أن يكون ليكون مشروعية دولية أن يكون برعاية امم المتحدة وينسق الدول المعنية بهذا الموضوع وأن يكون قاعدة اصول هذه الانتخابات أن يكون أن يكون في قاعدة شرعية وارضاء كل الطرفين حتى ينفذ نتائجها وانتخابات اذا لم يكن على طريق صحيح النتائج لا يحل النجاعات ويشعل النزاعات إذا كان إذا ليس رضاء أو إقناع الجميع وهذه انتخابات إذا كان تم بشكل صحيح ورضاء الأطراف هذا سيجلب سيأتي بالاستقرار بليبيا ليبيا للأسف في الماضي تجاوزت عن جهاد جهاد العدوان الخارجيين ضد طليان حوالي عشرين سنة استمر صراعهم جهادهم لكن في الداخل كان كان الاتفاق والتساند لكن اليوم أهم مشكلة فرقوا فرقوا الدولة الشرق والغرب وهذا طبعا أسوأ من خلقوا بعداوة داخلية وذلك أسوأ من أعداء الخارجية ونتمنى أن يتم هذه الانتخابات ويتعانق الشرق وغرب ليبيا ويعود الاستقرار وهذا الدولة ربنا أنعم إليه عليه صخرة لكن تحته الكنوز كنوز معروفة هذا بترول لكن أراضي الأخرى الله أعلم يمكن ينتظر اكتشاف كثير من الغناء وإن شاء الله نتمنى بعودة الاستقرار يستخدم هذه الثروات لصالح شعب ليبي وكما قاموا سابقا استفادت ضعفها من العالم الإسلامي نعم نعم سابقا أتمنى أن تصل تضع على قضية أنكيف أنه تركيا لماذا انتخابات وستبع فيه مثلهم في الحال هل هناك تدير رؤية تركيا بتعاطي مع الناس اللي بعد انتخابات الماضية لتركيا طبعا تركيا بعد الانتخابات هو أهم الشيء حاليا في الحكوم الحكومة الوفاق الوطنية وهذا معترف شرعي معترف دوليا وشارعيا وتركيا قام بكثير من الاتفاقيات مع حكومة الوفاق الوطني وتركيا يريد أن يكون أن يستمر بعلاقاتها وتمرير الاتفاقياتها ما بعد الانتخابات سواء تركيا تركيا طبعا يعني مصالح تركيا محددة يعني تركيا قام بتأمين تحديد حدود حدودها الاقتصادي في البحر عن طريق ليبيا بقيام اتفاقيات مع ليبيا يعني من ليبيا في وطن الأزرق بتركيا هذا يستند أهم عمودها الفقري اتفاقية مع ليبيا نحن حددنا حدودنا مع ليبيا وهكذا هذا مهم جدا من مستقبل تركيا علاقات تركيا مع ليبيا يعني عهد دولة وثمانية كان مهمة وما بعدها أيضا أثبت هذه الاتفاقيات حاليا مهمة جدا وتركيا بدعم بدعم ليبيا ومساعدتها لتنمية تنمية الدولة هذه السياسة لن يتغير في الحقيقة يعني كعالم الإسلامي العرب والإتراك مثل الضفر واللحم وغربيون يعني قبل احتلالهم أرسلوا هيئاتهم إلى كل مناطق دولة العثمانية المناطق فيه يعيش المسلمين ودرسوا بدقة كل أماكن ووجدوا أسباب قوتهم وأيضا ما هي أسباب ضعفهم وثم بدأوا أن ينفذوا هذا التفرقاء رأوا من الخارج لا يمكن أن يسيطروا عليهم بدأوا أن يحكوها من الداخل ثقافيا وفي داخل أي منفذ يمكن يدخلون فيها المسيحي العرب في لبنان أو في داخل وبين العرب أول فتن لانفصال من دولة العثمانية كأنصرية العرب أدخلوا الأنصرية العرب أولا بين بين مسيحي العرب وحتى عارضوه المسلمون لهذه الفكرة لكنهم كرروا وما بعد تسللوا أيضا العرب مسمى المسلمون وطبعا ابن خلدون ففاد الدول مثل حياة الإنسان يلد يكبر وصل إلى هيبة شبابها ثم تشيب والموت دولة العثمانية في الحقيقة يعني كان في أمارة صغيرة صار دولة عالمية حكمت ثلاثة قارات وقوته كان شعاراته كما أشاد أهمية الشعارات هو إعلاء كلمة الله الشهادة أكبر رتبتين الشهادة والغازي وبهذا الروح قد قد حاربوا حاولوا صاروا سدا منعا أمام هجماتهم لكن يعني إذا في آثار التشيب الغرب كما بعد دراسته أعد خطة عمله وطبقه في الحقيقة خطوة خطوة وفي النهاية يعني أهم الشيء التفرق ذهنية لتفريق بين العرب والترك يعني إذا كان بفاق اتفاق بينهما رأوا هذه قوة كبيرة إذا فكوا بعضها وهذا سهولة تسللهم في داخله قاموا بهذا وجدوا العملاء أداة بيننا للأسف وكما رأينا في حرب العالمين الأولى هذه استخدموا حسين شريف حسين بن علي وفي عراق غير وفي كل كيف يمكن التغلب على هذا وتغلب المهم أن نعرف هذا وتغلب في إلقاء أو إملاء الفراغ الفكري بيننا وبينهم لألا يدخل الفتن هناك لألا يكون أن نتحد وعند وضع أولوية الإسلام أمام كل مصالح هذا بحاجة لدور من الكادمين وسياسين وإن في الحقيقة في أدبيين في الرجال العلم يجب أن وضعوا جهدهم لأجه هذا يعني عندما بعد سايس بيكو وهم خططوا أمام خطوط الدول العربية الموجودة على الرمال ويقولون يا رجل ماذا تفعل أنت كلهم عرب كلهم مسلم يتكلمون نفس اللغة كيف ستفق هذه الأمم في أمة وأجاب إليهم أولا سأقوم بتأثير الدولة ثم سأجعلهم أمة مختلفة غيرها غير بالرغم أنهم عرابي الآن حققوا هذا يقول كويتي أنا كويتي بحريني يقول أنا بحريني قطري قطري أمارة أمارة سعودي كذا مصري كمان يعني كلهم يعني يتذكرون منطقتهم قبل عروبتهم أو إسلامهم يجب أن يكون إذا مسلم الإسلام أول شيء إذا سألت من أنت أنا مسلم أول كل شيء لكن لا أنا قليدي أو أنا سعودي أو أنا يمني يعني أدخلوا هذا الفكرة وكذا وبعد انفصال دولة العثمانية لألا يكون أن يجتمع هذا القوتين يقولون يكتبون التاريخ الغالبون وهم يكتبون التاريخ وهم كتبوا تاريخنا وضعوا أمامنا قرعنا وضعوا كتاب أمام العرب قالوا نير الأتراك ظلم الأتراك وكذا وكذا هذا قطب قطب ناقص وأيضا كتبوا تاريخنا تاريخ الأتراك وضعوا أمامنا كتب خيانة العرب عرب خاين كذا هذا أيضا ناقص قطب ناقص وضعوا بينها القطبين ناقزين يدفع بعضها بعض هذا يعني طبيعة في سنة الله يعني نفس الأقطاب ضد يدفع بعضها بعضها ترجمة نانسي قنقر